بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة معانا الأستاذ أيمن رجب مدرس بالتربية والتعليم أعلن ترشحه لمجلس النواب عشرين عشرين لما عرفنا بالخبر الجميل ده طبعا فرحنا احنا عاوزين واحد من الشباب يمثلنا واحد يسمعنا واحد ياخد بأيدينا للطريق الصحيح بناء على ترشحه تواصلنا مع الأستاذ أيمن ولنا لو عاوزين نعمل معك قاعدة نشوف إمكانياتك إيه نشوف البرنامج بتاعك إيه نشوف خطتك المستقبلية إيه وموجود معنا الشباب برضو اللي عنده سؤال هيتراحه عليه معنا أستاذ أيمن أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن لسهلا بك أستاذ أيمن عرفنا بنفسك تعريف سريع كده طيب معلش برضو طبعا برحب بكم وقرم الضيافة اللي استضافنا فيه البش مهندس إبراهيم حسيني داشان في بيته طبعا جعدة جميلة بالشباب الناضج الشباب الوعي في ضيافة الأستاذ إبراهيم حسيني داشان بالنسبة علشان نستعرفني طبعا بالتهالي البلد كلها عرفاني بس بجد بنفسك تامن عشان خاطر الباقي الناس تانية تعرفني الاسم أيمن أحمد حسن رجب الشهرة أيمن رجب شغال في مدرسة داشان واحد الابتدائية حصلت على المعلمين 92 ولصانس أداب وتربية 2002 طيب أستاذ أيمن اللي بدخل الانتخابات بيكون عنده برنامج بيكون عنده خطط بيكون عنده أهداف بيكون عنده خطوات خطوة بعد خطوة عشان يوصل للخطوة اللي بعدها ويوصل للهدف اللي هو عاوزه كلمنا عن برنامج الانتخابي بتاعك أو الخطوات اللي عندك طبعا كأول اللقاء معك يا سيد أحمد طبعا معي المحاور العبكري السامح والساد أحمد علي شعلان سيحاورني وربنا سهل ووطلع من المطبط اللي هو هاملا معي يعني بالنسبة لبرنامج السيد أحمد بيجاز طبعا عشان الوقت طبعا لسه فيه حديث دي كالبداية يعني البداية سيد أحمد تفاصيل كتير مش طبعا احنا محدودين برنا تعليم صحة حياة كريمة تعليم صحة حياة كريمة طيب تعليم صحة حياة كريمة طيب البداية للتعليم ايه الخطوات اللي هتعملها في التعليم عشان تنهض بيه طبعا حضرتك عارف سيد أحمد ان انا شغال في التعليم بقالي 28 سنة ما احترم شردلك ايه اعرف مميزاته عيوبه انعالجها ازاي طبعا احنا مع التطوير احنا مع التطوير اه ولكن بطالب ان شاء الله بزيلا تعالى لما نوصل ان شاء الله للمجلس يعني مع طبعا السادة المسؤولين مع السادة معالي ووزير تربية التعليم بنوصل وجهة نظر بسيطة خالص يا فندم عايزين نظرة للمعلم نظرة للمعلم لان هو اساس العملية التعليمي طيب ده بالنسبة لمجال التعليم طيب بالنسبة لمجال الصحة عندك خطوات موجودة هتشتغل عليها طبعا ان شاء الله بزيلا تعالى الخطوات دي مش هتخص الملاكين بس طبع دائرة الحسنية بالكامل بالنسبة للتعليم للكل معلم ومتعلم بالنسبة للتعليم الصحة الصحة ان شاء الله بزيلا تعالى الحسنية بالكامل الدائرة بالكامل الوحدات هتبقى في نهضة وتطوير وان شاء الله بزيلا تعالى مع السادة المسؤولين برضو وحننزل مش هنسيب مكان اللي ما ننزله مش عاوز اذكر البلاد طبعا استبع دائرة الحسنية بالكامل هذكر باجا ولا كفاية كده لا تمام كده هننزل الوحدات هننزلها هننزل المستشفى مع السيد مدير المستشفى مع السيد مدير المسؤولين ايه العجز ايه الامكانات تبعيزين ايه نتواصل دي هدور يا جماعة عيود ماذا الشعب هنوصل للسادة المسؤولين ماشي وبقال بس ملحوظة بسيطة يعني احنا الحمد لله رب العالمين معلش اخيرا ربنا رزقنا برئيس بحب البلد دي بحب البلد دي وعايز بلدنا تب حلو ومعالي للسادة الرئيس الجمهورية تعليم صحة حياة كريم طيب يعني اللي فهمنا من حضرتك ان انت حلقة تواصل بين الشعب وبين المسؤولين في البلد هتوصل رسالتهم وهتساعدهم اه تمام طيب ده بالنسبة للتعليم ولا الصحة بالنسبة للحياة كريمة انت حضرتك بوصص للحياة الكريمة دي ايه المنظور بتاعك لها ماشي سؤال وجيه وسؤال كواس الزحمد ماشي بقولك انت هتزنجني ولسه هتزنجني تاني لشكلك كده نويل انت الحياة الكريمة دي بتختلف من شخص لشخص انت حضرتك ابراف عليه مع الحياة الكريمة يعني كمواطن مثلا كمواطن بسيط يعني محترم شريد لكم اه لاجي روايف عيش محترم مثلا اه لاجي وحدة اه روح اتعلش فيها اه مستشفى اه لاجهة شغالة هل نتواصل مع الناس بس نحط طريق الالف مليا جماعة بيبدأ بخطو نوصل ونشتغل ونتواصل مع السادة المحافظ مع علي السيدة الفاضلة ووزيرة الصحة نتواصل معها نشوف مثلا وحدة الصحة على سبيل المثال مش جال الملكين الجمالية ايه العجز الموجود اه الادوية مع الدكاترة فيه دكاترة مش فيه دكاترة ونتواصل نوصل بصوتنا يا فندم يا السيد احمد بقولها على الهواء جدام الكل دور عدم الشعب حلقة وصل حلقة وصل بين القاعدة الشعبية على الارض مع السادة المسؤولين بالنسبة للمشاكل الموجودة طبعا كل ما كان فيه سلبيات والاجبيات حضرتك السلبيات الموجودة هتقدر تعليجها كلها ولا قدر المستطاع انا مش هقولها هعمل كل حاجة لو روحي لو انا هقول لك دلوقت انا عالدنيا هتبها مية مية في دايجين هتبها ما ينفعش ما الناس عدت تسمع برضا ربنا سبحانه وتعالى خلق السماء والارض في سلعة اياه تمام حلسة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ممكن اقول لك في خلال الدورة الاولى هنوضع ان شاء الله بزيلا تعالى ان شاء الله بزيلا تعالى هنعمل صغرة في كل مكان داخل دائرة الحسنية موجود معنا الشباب ممكن الشباب يعرفوا نفسهم كده على السريع وكل واحد سؤال للأستاذ ايمن ورده واجيز عشان الوقت اتفضل باش مهندس ابراهيم عرف نفسك وسؤالك لو سمحت مهندس ابراهيم حسيني احد شباب كرة الملكين البحرية طبعا احنا مبسوطين جدا باعلان لأستاذ ايمن ترشحه للبرلمان وبندعمه وهسأله بس حية بسيطة جدا عن البنية التحتية اللي هي الحاجة الاساسية مفروض تكون في كل قرية زي الطرق مثلا اللي في الكارية الصرف الصحي والحاجات اللي هي والمية اللي هي الحاجات الاساسية دي انت في نظرة او حاجة لها بعد ازنك بسيطة زيمن رد واجيز عشان الوقت يا سيطة ابراهيم يا باش مهندس ابراهيم في مسؤولين انا هتواصل معهم حنزل كل مكان تاني مش جال حنزل حمادين جاهبونا دائرة الحسنية بالكامل لا اول مرة الناس البنية التحتية ماشا ما انا هنزل مع المسؤولين هشوف انت في فكرة عن البنية التحتية بشكل عام انت التعليم ما تلاقي مدرسة متطورة حلوة جميلة شغالة هتلاقي واحدة صحيح ما هي دي البنية تعليم البنية التحتية دي الطرب هنشوف الخطة بجا حباشر يا استاذ ابراهيم حنزل على سبيل المثال حنزل اهل وناس يجاهبونا يا جماعة ايه المشاكل الموجودة حدائكم في الدائرة كلها دي على سبيل المثال السعود يا اهالي سعود ايه المشاكل الموجودة حدائكم بالنسبة للطرق بالنسبة للمية ثم اتواصل بجا اصعل لاني حلها انا حنزل بنفسي عدو مدرسة الشعب اتواصل مع الناس القاعدة ثم مع المسؤولين بجو اه المسؤولين مع لشي سيد مدين رئيس مدينة الرجل المحترم الاستاذ علي الصناديلي ثم نتواصل مع بعض نحط دينا في بعض ونشتغل نعم طيب مع المستاذ شريف لو سمحت تعرف نفسك ولو عندك سؤال للأستاذ ايمن شريف احمد شعلان احد شباب الملكين البحرية واحنا سعداء مبسوطين بفكرة رشال استاذ ايمن رجب كعادة ميز نواب عن مركز الحسانية واحنا عايزين نشوف رؤية الاستاذ ايمن رجب لمراكز الشباب في دائرة الحسانية رد السريع ناشا حاضر طبعا عشان نضيك الوقت طبعا بالنسبة لمراكز الشباب على مستوى الدائرة بالكامل على مستوى الدائرة بقول تاني حنزل حنزل بنفسي واشوف على سبيل المثال مثلا يعني اللي حيحصل مثلا في الماكين نحصل في كل مكان ايه العجز ايه الزيادة ايه النقص طبعا عايزين ايه ونتواصل مع السيد الشاب المحترم معاه لوزير الدكتور معاه لوزير الشباب والرياضة نتواصل معاه ونشوف الرجل مش هيتأخر عننا يا جماعة الرجل مش هيتأخر عننا نعم يا جماعة بس نوصل لهم الرسالة ليه البحث مش تجلق يا سيد شريف فيه برنامج بس عشان لديك الوقت فيه برنامج تحت لمركز الشباب مركز الشباب بيت دايرة كاملة ان شاء الله ان شاء الله فضل طبعا كونك مهتم بالشباب دي حاجة كويسة جدا نظرة المسؤولين للشباب بتعلم ان طموحه بتعلم ان فكره بتعلم ان ثقافته بتخليه مجتمع واعي مجتمع فاهم بيقابل الصعبات بيعرف يتخطاها بيعرف يعالجها بيعرف يوصل لحلول كويسة وبيعد الاختبار اللي بيكون واع فيه الاستاذ محمد علي عندك سؤال بسم الله الرحمن الرحيم محمد علي محمد دهشان اه بدعم الاستاذ ايمن في المرحلة القادمة ان شاء الله والشباب البلد كله يقف جنبه وربنا يوفقه ان شاء الله طيب اقول الاستاذ محمد بدعمك وقول لك ربنا يوفقك المعانا لبشي مهندس محمد لو سمحت اعرف نفسك وسؤال للأستاذ ايمن لو فيه مهندس محمد محمود محمد درويش اشكر الاستاذ ايمن رجب على دخل الانتخابات وشكرا السلام عليكم شكرا اه معانا الاستاذ ابراهيم لو سمحت عندك سؤال استاذ ابراهيم ماشي والدكتور احنا بنشكر الاستاذ ايمن على ترشوح المجلس النهب عالفين وعشرين وربنا يوفق رب ويكرمه شكرا اه معانا الدكتور محمد فيه سؤال محمد حسيني دهشان طب الزازي اه بنشكر لست زايمن على الترشح وسعيد جدا بكده اه احب اسأله مسلا عن المواصلات والمواجف الحسينية دي مشكلة جاعة ده ممكن نتواجه الشباب وكذا والمواجف المختلفة في اي مكان وكده والمواصلات طبعا طبعا السؤال مهم وسؤال واجيز والإجابة طبعا هتوبة واجيزة طبعا فيه مسؤولين زي ما قلت حتى نتواصل نتواصل مع مثلا رئيس سيد رئيس مؤسس المدينة نطور نعمة ليه هنتواصل يعني مش هشتغل يعني معلش أنا قلت تعليم صح حياة كريمة من ضمن الحياة الكريمة هابش مهندز تلاقي مواصلة محترمة حنشوف يا جماعة برضو مشكلة التوكتوك دي عايزين مسلا التوكتوك يمشي صح على سبيل المسال يعني ماشي سيد احمد شكلك كريمة عيني سؤال عايز تحرجني فيه جدام على الهواء لا ولا يحرجوا على حاجة ما أكرر في حالة تانية لا كده ما تحرجني لا 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 بدون يحرجوا على حاجة حضرتك راجل محترم ولازم نحترمك والاحترام الاحترام واجب علينا جميعا الله يكرمك طيب دلوقتي الأستاذ أيمن سيد أيمن طرح طرح الأفكار بتاعته والبرنامج بتاعه والشباب طرح الأسئلة بتاعته احنا طبعا دي حياة كويسة جدا لما مرشح من الشباب يكون موجود بنا قاعد معنا لكن يعني مش مرشح شباب ولا حاجة فيه ناس تانية أول ما تترشح أو أول ما توصل للمنصب ما بعرفش حد ما بيردش على حد دي حياة كويسة جدا وكلنا بنشكره عليها نتمنى إن شاء الله لما ربنا يكرمه وينجح يكون نفس النظام ده موجود عنده في نهاية الحوار عندك سؤال لحد أو عندك رسالة لحد عاوز توجهها طبعا مشانا قلت لك يا سيد أحمد أنت عايز برضو تحرجني لا إن شاء الله ما فيش حرار طبعا الرسالة وصلة من الفين وعشرة ومن سنتين بتكلم مع الشباب هنا في البلد وفي خارج البلد ومع بعض السادة الأفاضل الزملاء أعضاء هي التدريس في بعض المدارس يعني تاني بقولها سيد أحمد ليك تعليم صحة حياة كريمة ومصر أم الدنيا مصر أم الدنيا مصر أم الدنيا والله المستعين الله المستعين الأستاذ أيمن ختم كلمته ووجه الرسالة اللي هو عاوزها وطبعا كل المشاهدين اللي بتسمعنا عارفوا البرنامج بتاعه إيه اللي عنده الموافق على البرنامج أكيد هيدأمه واللي مش موافق أكيد هيشوف طريق تاني بنوجه له التحية وفي النهاية حابب أشكر للباشمهندس إبراهيم حسيني ده شأن على حسن الضيافة والكرم وإنتوا كمان قلولنا في التعليقات إيه رأيكم على أستاذ أيمن إيه الأفكار اللي موجودة عندكم ممكن نطرح عليه هنشوف كل الناس اللي هتبعنا هنشوف الأراء اللي موجودة وكلنا إيد واحدة بنفكر مع بعض هدفنا واحد إننا هدفنا واحد إننا نكون شباب طموح شباب واعي بلد مستقيمة بلد 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 مستقف نقطة واحدة أستاذ أحمد برضو مالحوظة بسيطة أنا مش هشتغل لوحدة أنا همد دي دي والكل هشتغل معي أكيد كلنا معك عشان تبقيتوا عارفين أنا بقولوا هوا على الهوى ومع المحاور اللامع نستاذ أحمد علي شعلان عشان كله يعرفت وغلبية الناس عارفان قال لي مش هشتغل لوحدة الكل هيشتغل الكل هيشتغل في نهاية اللقاء أحب أشكر الأستاذ أيمن مرشح مجلس النواب عشرين وعشرين وبشكر كل الشباب اللي حضر وشرفنا وإن شاء الله نشوفكم في لقاء جديد وحوار جديد مع الأستاذ أيمن رجب في أمان الله